هو برنامج تنكين البرأة والشباب هنشتغل أساساً وبدئياً على مراكز الشباب ده بالتعاون مع مزارة الشباب واختارنا مركزين من الشباب في شمالنا وجنوبها وعايزين إن شاء الله نوصل بمركز شبابنا موذجي يتكرر في بقية المقبضات على كل مراكز خنى ثم بعد ذلك في كل المحافظات الفكرة اللي إحنا ليه عايزين ندعم مركز الشباب لإنه هو ده منتقى للشباب بمختلف الأعمار من بنات فتيات وأولاد وعايزين يكونش بس مركز الشباب دوت هو لقاء ممارسة الرياضة بل يكون لقاء اجتماعي ثقافي تعليم بدأنا بالأول إن إحنا نفقل من مهارات الحياتية والإدارية وغيرها للقائمين على مراكز الشباب اللي هو الموظفين بالمراكز ثم بعد ذلك المترددين على مراكز الشباب بنستعين كمان بالحقيقة إحنا مشين في كذا إتجاه الاستعينة بالشباب اللي اتضرب على المهارات الحياتية اللي تبع مركز العقد الاجتماعي عندهم ثلاثة حقائب معرفية وتعليمية منهم حقيبة معرفية الشباب بتاع جماعة بنيد الواتي مطردين عليهم فإحنا هنعمل تدريب شباب للشباب يعني مدي حاجة رائعة منها حيكون فيها الشعور بالهونرشف إن دوت مشروعنا ده اللي احنا اتضربنا عليه وممكن أن أنا أنقل هذه الخبرة إلى الشباب المتردد على مراكز الشباب تاني حاجة بنستخدم الموارد اللي موجودة في إنا نفسها الموارد بقى كل الخبراء اللي موجودين في مثلا للتعليم على الكمبيوتر للتعليم اللغة الإجليزية وفعلا بالفعل عندنا مرموعة من الخبراء في المجالين اللي احنا عايزين نركز عليهم وكل هدفنا إن شاء الله في النهاية هو تعليم وثقل لهؤلاء الشباب من بنات ومولاد طبعاً أنه هم بعد كده يبقى خلط فرص عمل أنه هم يكونوا جاهزين إزاي أن أعمل السيرة الزيتية بتاعتي وإزاي أن أنا أخش فيه انترفيو وإزاي أتكلم وإزاي أساساً أحدد أنا عايز أعمل إيه وعايز أشتغل فيه ويكون جاهز سواء يعمل المشروع صغير لنفسه أو يخش فيه مجال الحكومي أو مجال القطاع الخاص فهو ده هو فجرة التأهيل ليهم وبرضو من الحاجات الأخرى اللي احنا عايزين نتطرق إليها هي المرأة سواء الأم للأولاد المترددين للأسرة الموجودة إن هم يخدوا مراكز الشباب لمنطقة اجتماعي ونبدأ نشوف برضو احتياجاتهم إيه وهي إلى حد ما معروف احتياجات المرأة في إينا إيه وأثار دلوقتي في المؤتمر برضو إن فيه ثقافة معينة زي الزواج القبلي والحاجات دي كلها موجود حقائب معرفية من فترات صدقة تبع مشروع اسمه كانت جمعية دولية اسمها سيتبل هي مركز النشاطات السكانية كانوا عملين حقيبة معرفية اسمها رؤى جديدة وقفاق جديدة بتعلم البلاد من السن الصغير كيفية التفكير في حياتها ومستقبلها وعن الصحة الإنجابية وعن الأسرة وكل حاجات ديك ودي أنا كان شرفت إن أنا اشتغلت هذا المشروع من 15 سنة فأتمنى إن فعلاً الكت دية الحقيبة المعرفية وهي موجودة في جمعية فإن لسه بحيث إن أنا هو دا إن شاء الله مستقبلاً فإننا عايزين نحي هذه الحقيبة ونبدأ إن إحنا نضرب عليها مرة أخرى إن شاء الله شكراً شكراً